فاضل فاروق مرحب بك كابتال نايمان كل التحية لكم كل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقونات النادي الاهلي في كل مكان من جديد بيعود النادي الاهلي لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد ما خاد ثلاثة لقاءات بدأها بالفوز على الإسماعيلي ثم أسوان وأخيرا كان الفوز على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف يعني خلال الفترة الماضية كان الاهلي خاد لقاءه الأخير أمام فريق المقولون العرب في دور الثمانية لكأس بصر نسخة الموسم الماضي كان فاز على فريق المقولون العرب وصعد إلى دور نصف النهائي يعني عقب مباراة المقولون كان الفريق استأنف تدريباته تحت قيادة مستر مارسل كولر الجدية والتركيز اللي احنا لمسينه على اللعبين طوع سريعا الفريق صفحة مباراة المقولون العرب مستر مارسل كولر كان عقد جلسة مع اللعبين يتكلم على إيجابيات وسلبيات هذه المباراة بالتحديد وأفرد وقت طويل جدا العرض الكثير من الحالات الخاصة بيعزي المباراة طلب من اللعبين خلاص نقف صفحة بطولة الكأس مصر التركيز فيه بطولة الدوري استقناف الدوري بنفس الأداء والقوة اللي أدى بها الفريق الثلاثة لقاءات الماضية خاصة أن المباراة النهاردة واحدة من المحطات الصعبة جدا لفريق النادي الأهلي فيه مشواره خاصة اللي بيزيد من صعوبتها أنها بتكون المباراة الأولى للكابتن محمد يوسف المدير الفني الجديد لفريق طلاع الجيش اللي طبعا تولى المسئولية خلفا للكابتن علاء عبدالعال منذ 30 يوم يعني مستر مارسل كولر خلال أيام الماضية الفريق بيستانف تدريباته على ملعب مختار التيتشبل الأمس كان المران الرئيسي للنادي الأهلي ركز مستر مارسل كولر على بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بهذه المباراة طبعا خلال هذه الفترة كان يتفرج على مباريات فريق طلاع الجيش ويعني أشهد واحد من الفرق القوية جدا فيه بطولة مبارياته دايما أمام النادي الأهلي بتتسم بالندية واللعب بالطريقة الدفاعية اللي بيجدها فريق طلاع الجيش حاول أنه ينوع شوية فيه المحاور الهجومية مستر مارسل كولر وإزاي يخترق الدفاعات اللي ممكن تكون هي الطريقة المفضلة لفريق طلاع الجيش يعني عقب انتهاء المران دخل الفريق فيه معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة بالنسبة اليوم النادي الأهلي كان انطلق في تمام الساعة العشرة صباحا بتناول وجبة الإفطار طبعا اليوم النهاردة هنا في مقر إقامة تفريق النادي الأهلي وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة ثم كان التمرين يعني الأسوب المتبع والمعتاب من مستر مارسل كولر يعني إقامة التدريب خفيف للعبين قبل المباراة كان في تمام الساعة الثانية عشر يعني صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة والمحاضرة الفنية المستر مارسل كولر كانت في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعا مستر مارسل كولر بيركز على بعض الأمور الفنية والقططية إن شاء الله في هذه المباراة خلال المحاضرة طبعا بيعلن من خلالها التشكيل اللي يخوب به أحداث اللقاء على الجانب الآخر يا كابتن أيمن عايز يعني أنقلك برضو استعدادات فريق طلاع الجيش لهذه المباراة يعني اللي زي ما نقولنا توانى المسؤولية الكابتن محمد يوسف واحد من أبناء النادي الأهلي المسؤولية خلفة للكابتن علاء عبد العال دخل معسكر مغلق خاض خلاله خمس مواجهات يعني حقق الانتصار في مواجهتين على الاتحاد السكندري وحرص الحدود بنتيجة هدفين مقابل اللاشئ تعادل في لقائين أمام سيراميكا وأمام الطيران بتعادل لسلبي وطلق لزيمة أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف كابتن محمد يوسف اتكلم على أهمية هذه المباراة بالنسبة للعاب طلاعي الجيش وتكون بداية للفريق نحو الانطلاق في بطولة الدوري خاصة أن فريق طلاعي الجيش كان خاض أرى تلتة لقاءات فاس في لقاء وتعادل في لقاء وهوزن في لقاء في المركز الثالث عشر نادي الأهلي النهاردة الدوافع والطموحات مهمة جدا لعاب النادي الأهلي أن الفوز النادي الأهلي يعتلي بالنادي الأهلي صدارة جدول الدوري بمشيئة الله أعيز أقول لك أن طبعا غيابات النادي الأهلي في هذه المباراة زي ما تأكدنا غياب طبعا محمود دمتولي ومحمد عبد المنعم للإصابة طبعا بالإضافة إلى أيمن أشرف وعمار حمدي بأكد لك جاهزية وعودة حمدي فتح في هذه المباراة طبعا لجنة الحكام كانت أعلانة طاقم تحكيم لذه المباراة بقيادة الكابتن محمد عادل بيعاون يوسف البساطي نور الدين سعيد الحاكم الرابع أسامة إسماعين اتنين على تقنية الفار في هذه المباراة وائل فرحان وأسامة عبداللطيف كل التوفيق لفري النادي الأهلي في هذه المباراة ويكونوا تلات نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الأهلي نحو أبطولة الدوري من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوري شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فاروق ما خلاش حاجة نتكلم فيه احنا بعد كده خلاص بقى